السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الخميس 14 آذار مارس القمر اليوم موجود في برج الثور ورحيضاً موجود في برج الثور لغاية الساعة 3 و 15 دقيقة من فجر يوم الغد الجمعة لا ينتقل بعدها القمر من الثور للجوزة القمر الآن بما أنه موجود في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ورحيضاً من الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد رحيضاً للقمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و 23 دقيقة من ظهر اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها على منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم والأسحار والأورام وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي عمل جديد بالقمر بما أنه موجود في برج الثور معناته تأثيره رح يكون على جميع الأبراج أنه اليوم منشعر أو نصبح أكثر حذراً ومن ميل لحماية ممتلكاتنا ونادراً ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا مالياً وأن لا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء أو حتى إقراضهم أثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراء عقار أو استئجار عقار أو قضى وقت ممتع في المنزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون الساعة 9.59 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك ابتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة 4 عصراً بتوقيت جرينيش ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفياً بثور ثورة عارمة من الغضب بتسبب بنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أن نخلد للراحة هذا التحول مضر جداً للصحة وخصوصاً الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس هذه الزاوية رح تكون الساعة خمسة وستة وخمسين دقيقة مساءً بتوقيت جرينتش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة ما قبل خلو المسار وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين نبتون رح تكون الساعة عشر وثمانية وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت جرينتش بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث وعليفاً واكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة عشر وثمانية وعشرين دقيقة مساءً من مساء اليوم الخميس بتوقيت جرينتش ورح يستمر لغاية الساعة ثلاثة وخمستعشر دقيقة من فجر يوم الجمعة بتوقيت جرينتش هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم طبعاً عندنا العنق والحنجرة والحبال الصوتية والغد الدرقية واللوزتين وتفاحة آدم هذه الأعضاء هي الأكثر حساسية ما لازم أن نجري لها عمليات جراحية كبرى إلا إذا كانت الطرارية ولكن كمراجعات طبية أو فحصات أو أشعة أو علاجات طبعاً ما في أي مشكلة واللي بيشعر بأي شيء غير اعتيادي ليراجع طبيبه بالنسبة لهذا اليوم طبعاً يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي الأعضاء ما في أي مشاكل مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه يعني برضو يصلح للقص العلاجي بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره أربع أيام في تمام الساعة 6 و 15 دقيقة صباحاً بصير خمس أيام نسبة الإضاءة 27% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 منتحس الآن بنسبة 10% ساعات الصباح سعيدة بنسبة 5% القمر في برج الثور حتى يوم 15-3 سعيد الآن بنسبة 5% ساعات الصباح منتحس بنسبة 10% ساعات الظهر سعيد بنسبة 5% ساعات العصر منتحس بنسبة 40% أما في ساعات المساء المتأخرة فهو منتحس بنسبة 60% عطارد في الحمل حتى يوم 1-4 منتحس بنسبة 25% الزهرة في الحوت حتى يوم 5-4 منتحس بنسبة 60% الآن ساعات المساء منتحس بنسبة 25% المريخ في الدلو حتى يوم 22-3 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% وأورى نصف الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم بتطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا مهنيا عاطفيا أهم شي انك ما تضيع الفرص واضف طاقتك الذهنية والبناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات اليوم في بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم أهم شي انك تناقش بوضوح برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي بالحضوض قوية والنتائج حاسمة ما بيستطيع أي شخص اليوم منافستك حاول أنك تطوي صفحة الماضي بترتفع المعنويات مجدداً وبتكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوض عالية ويعتبر هذا اليوم من أفضل أيام الشهر أهم شي ما تعصب برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة هذا اليوم يطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم بسود الهدوء والملل وبتراوح أعمالكم مكانها وبتخيب أمالك لسبب أو لآخر أهم شي إنك ما توقع على عقد وما تحسم أمر هاي فترة فارغة من الطاقة والحظ فما تراهن عليها وأي شخص بيوعدك بشيء اعرف إنه ما رح يوفيه برج الصرطان بالنسبة لموليد برج الصرطان بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم خلال هذا اليوم أهم شي إنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه من علاقاتك الاجتماعية أو من خلال معارفك أهم شي إنك تكثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر وبتفرح بانتصار مهني أو اجتماعي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم أو تعزيز علاقاتهم مع المسؤولين بتحملك هاي الفترة نوع من أنواع الضغوط على عدة أصعدة وبكون فيه نوع من أنواع التوتر لكنها برضو فيها بعض الإيجابيات اللي ممكن تصب في مصلحتك إذا أنجزت أعمالك فاليوم بتنتظرك مواجهة أو ارتباط مهم بيسبب لك نوع من أنواع التوتر فعشان هيك بدك تحاذر من العناد والمشاعر السلبية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور تتعلق بالسفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم ابتطمع إن خواطرك هاي الفترة ممكن ترغب بخوت تجربة جديدة هاي فترة مناسبة للامتحانات والاتصالات والحوارات وإنتمام بعض الأوراق وأو المعاملات فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو على ثقافة جديدة أو مجال جديد ويعتبر هذا اليوم من أفضل أيام الشهر برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان طبعا اليوم بيفتح لك فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة أو تعويض أو مواضيع تتعلق ببنك ضريبة تأمين أو مطالبة بحقوق ولكن صحتك أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية هاي فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد لا تغامر بموقعك وحاذر النزاعات والتذمر والتمرد وقوم بواجباتك بشكل تام برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أو علاقاتكم أو علاقات ما بين الأزواج حافظوا على هدوء أعصابكم ونبرد صوتكم بتغيكون الضغوط كثيرة حاذروا من تأزيم أي خلافات وحاول أن يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم أو التباس برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة عالية جدا اليوم على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذاءكم واخذوا قصد كافي من الراحة بتلاحقك الاتصالات وبتكثر المسؤوليات العائلية والمهنية وممكن تهتم ببعض المسائل الصحية عشان هيك نظم وقتك تفادي لأي تأخير ممكن تنشغل أو تهتم بإنشغالات مالية أو تساؤلات حول قدرتك على التحمل ولا تشك بنفسك وحاول أنك تراعي وضعك الصحي برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي ترغبوا اليوم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أهم مش إنه ما تبالغوا في تجربة حظكم المالي أنت على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي اتجنبوا الانتقادات واسعوا لتلطيف الأجواء تستعيد صفاء ذهنك وبتفاوض بمهارة حاول إتمام العقود والصفقات التجارية خلال هذا اليوم الحضوض بتدعمك في شتى المجالات فحاول تستغلها برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية خصص فترة من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة ممكن تظهر بعض المشاكل أو العطال المنزلية اللي تهتم فيها أكثر لأن الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط والمسئولية ممكن تكون على موعد في ارتباط مهم ما بجوز الفشل فعشان هيك نصق بين مختلف الواجبات وأيضا في مصاريف منزلية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتنشط اليوم في الدراسة والسفر والاتصالات والتنقلات والحوارات وهو يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقات العاطفية مع الأحبة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتعوا بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف أهم شيء أن تحاول أن اليوم تستغل الفرص واسمع صوتك لأي حد بدعوك لتنظيم جدول أعمالك تفادي للإهمال أو التقصير ليش بقول أنا اسمع صوتك لأنه اليوم عندك قدرة على الإقناع عالية جدا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء